السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ المستوى الثاني متوسط وصلنا إلى المقطع التعلم الخامس والأخير بعنوان المستحثات أعرض عليكم هذا الفيديو الذي يلخص الدرس الأول من هذا المقطع عنوان الدرس المستحثة وشروط الاستحاثة يحتوي هذا الدرس على نشاطين النشاط الأول نتعرف من خلاله على تعريف المستحثة وأنواعها النشاط الثاني سوف نظهر شروط الاستحاثة ومراحل حدوثها نبدأ أولا بعرض معطيات النشاط الأول التعرف على المستحاثة أظهرت درسة بعض الصخور وجود أشكال متحجرة تشبه بعض الكائنات الحية الحالية والتي تدعى بالمستحاثات فما المقصود بالمستحاثة وما أنواعها وكيف تشكلت أولا سوف نتعرف على المستحاثات الحيوانية أعرض عليك الصور التالية إذن هذه مستحاثة حيوانية صخور عبارة عن صخر عائد لمستحاثة حيوانية إذن هذا حيوان يسمى الأمونيت وهو حيوان بحري كان يعيش بالعصور القديمة إلا أنه حاليا هو حيوان منقرر تم العثور على مستحاثة حيوان الأمونيت في عدة مناطق من العالم ويعود تشكلها لملايين السنين قبل اليوم هذه المستحاثة عبارة عن صخر حيوان تحجر وتحول إلى صخر وهو عضو كامل الصورة الثانية عبارة عن صخر فوق هذا الصخر نجد قوالب لبعض الحيوانات نفس الشيء بنسبة لهذه الصورة إذن هنا المستحاثة على شكل قوالب وهنا المستحاثة عبارة عن عضو كامل وهذه المستحاثة عبارة عن صورة لأثار أقدام الديناسور تم إيجادها على صخور عملاقة ويعود تشكل هذه المستحاثة لملايين السنين قبل اليوم وهي عبارة عن آثار فقط لأقدام ديناسور تقول التعليمة حدد أنواع المستحاثات الحيوانية النوع الأول من المستحاثة الحيوانية هي آثار لأقدام الحيوان أو لعضو أو لجسم كامل لذلك الحيوان المهم أن يكون على شكل آثار أو على شكل قوالب أو عضو كامل أو جزء من هذا العضو الكامل إذن كجواب نقول أنواع المستحاثات الحيوانية لا يمكن أن تكون بقايا أو عضو كامل يمكن أن تكون آثار كما يمكن أن تكون على شكل قوالب ننتقل إلى أنواع المستحاثات النباتية إليك الصور التالية هذا صخرة نجد فوقه آثار لنبات يشبه إلى حد كبير نبات الصرخص إذن آثار لنبات الصرخص مطبوعة فوق الصخرة هذه ورقة كاملة وليست آثار لها لنبات معين ورقة نبات معين كأنها جزء من ذلك الصخرة إذن هي ليست مطبوعة إنما عضو كامل موجود فوق صخرة وهذا عبارة عن صخرة يشبه ماذا؟ يشبه جذع شجرة إذن جذع شجرة تحجر كاملا وتحول إلى مستحاثة تقول التعليمة حدد أنواع المستحاثات النباتية إذن كجواب نقول يمكن أن تكون مستحاثة نباتية على شكل عضو كامل متحجر عضو كامل فوق صخرة يمكن أن يكون كذلك آثار لذلك النبات إذن كجواب عن هذه التعليمة نقول أنواع المستحاثات النباتية نجد ثلاث أشكال منها آثار مطبوعة على حجر عضو كامل أو عضو متحجر انطلاقا مما سبق قدم تعريفا مناسبا للمستحاثة إذن كجواب نقول تعريف المستحاثة هي بقايا أو آثار أو عضو كامل لكائنات حية يمكن أن تكون حيوانية أو نباتية مفقودة هذه الكائنات الحية والنباتية أو آثارها تكون مفقودة ومحفوظة في طبقات الصخور الرسوبية وتشكلت في الوقت نفسه مع هذه الصخور سوف أشرح علما أن الصخر عندما يتفتت يتحول إلى تربة والتربة بإمكانها أن تتحجر وتتحول إلى صخر هناك دورة في الطبيعة ما بين الصخور والتربة الصخور تتحول إلى تربة والتربة تتحجر وتتحول إلى صخور إذن هذه الكائنات الحية التي ماتت أو هذه الكائنات الحية النباتية التي سقطت بإمكانها أن تتحول إلى مستحثة كيف ذلك؟ عندما يموت مثلا حيوان تتوضع عليه رواسب ماذا نقصد بالرواسب؟ تراب بالتالي سوف يتم حفظه في طبقات الصخور الرسوبية رواسب 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 مع مرور السنين ذلك الحيوان أو النبات يكون تحت هذه الرواسب إذن مفقود ومحفوظ في طبقات الصخور الرسوبية هذه الطربة هذه الرواسب بإمكانها أن تتحجر تتحول إلى صخور وأثناء ذلك ذلك الحيوان أو النبات المفقود يتحول إلى مستحثة إذن هذه المستحثات تشكلت في الوقت نفسه عندما تشكلت هذه الصخور كنتيجة للنشاط الأول نقول أنواع المستحثات نميز نوعان من المستحثات ألف المستحثات الحيوانية يمكن أن تكون بقايا آثار أو قوالب أو عضو كامل المستحثات النباتية يمكن أن تكون آثار مطبوعة على حجر عضو كامل أو عضو متحجر وكتعريف للمستحثة هي بقايا أو آثار كائنات حية أو نباتية مفقودة محفوظة في طبقات الصخور الرسوبية وتشكلت هذه المستحثة في الوقت الذي تشكلت فيه هذه الصخور الرسوبية ننتقل إلى النشاط رقم 2 عنوانه أظهر شروط الاستحاثة ما المقصود بالاستحاثة يا ترى إذن الجواب الاستحاثة يقصد به مراحل تشكل المستحاثة نتعرف قبل ذلك على مراحل تشكل المستحاثة الحيوانية إليك هذه الصورة هذه الصورة تعبر عن مراحل تشكل المستحاثة الحيوانية لدينا هنا حيوان ميت ديناسور مثلا ثم يجب أن يردم ضمن الرواسب لو لن تنظف الرواسب بمعنى التربة فوقه سوف يأتي حيوان مفترس ويفترسه لكن إذا ما تم تغطيته وردمه تحت الرواسب بالتالي هناك احتمال أن يتحول إلى مستحاثة إذن ها هو الحيوان الذي تم ردمه ضمن الرواسب سوف تأتي الكائنات المحللة لكي تتغذى أو تحلل المواد العضوية منه وتحوله إلى أملاح معدنية ويبقى فقط الجزء المعدني منه بالتالي العظام ثم بعد مرور ملايين السنين البنيات الجيولوجية لهذه الرقع الجغرافية سوف تتغير وهذا الحيوان محفوظ في قعر هذه الرواسب إذن تربة فوقه تربة فوقه تربة إذن محفوظ ضمن هذه الرواسب ضمن هذه الصخور الرسوبية بعدها يبدأ تحول هذه التربة إلى صخور وهذا الحيوان سوف يتحول إلى مستحاثة بإمكان هذه الرقعة الجغرافية أن تتعرض للتعرياء بعد مرور ملايين السنين ويأتي الإنسان ليعثر على هذه المستحاثة على شكل الصخر في طبقات الصخور الرسوبية هذه إذن تقول التعليمة لخص مراحل تشكل المستحاثة كجواب نقول مراحل تشكل المستحاثة أول شيء هو موت الحيوان ثم تحل المادة العضوية بفعل الكائنات المحللة وتحولها إلى أملاح معدنية الردم السريع ضمن الرواسب بمعنى تنظف فوقه سريعا الطربة الرواسب يقصد بها أنواع الطربات سوف نتعرف الآن إلى مراحل تشكل المستحاثة النباتية إليك الصور التالية إذن هذا نبات الصرخص موجود حاليا وهذا آثار لنبات الصرخص مطبوع فوق الصخر مما شكل مستحاثة تقول التعليمة ما هي مراحل تشكل المستحاثة النباتية كجواب عن هذه التعليمة نقول مراحل تشكل المستحاثة النباتية أول مرحلة يجب أن يحدث انضغاط العضو وتقلص سمكه مع زيادة كثافته انضغاطه ثم إذن تجب أن تكون هناك قوى ضغط تتقلص أو يتقلص سمكه وتزداد كثافته بمعنى وزنه فقدان المسامية واختفاء الصغور نعرف جيدا في السنوات الأولى متوسط أن الورقة تحتوي على ثقوب يدخل من خلالها ثناء الأكسجين ويخرج ثناء أكسيد الكربون أثناء عملية التنفس ويدخل ثناء أكسيد الكربون ويخرج ثناء الأكسجين أثناء عملية التركيب الضوئي أو المبادلات الغازية اليخضورية بالتالي تلك المسامات التي يدخل عبرها الأوضو ويخرج السي أوضو تلك المسامات تسمى الثغور يجب أن تفقد هذه الثغور وتختفي نهائيا تنسد المسامات وتختفي الثغور المرحلة الثالثة تطاير كل من الأكسجين والهيدروجين ورقة النبات تحتوي على أكسجين وهيدروجين يخرجان من هاية الطايران يبقى فقط عنصر الكربون الذي يشكل تحت الضغط غشاء رقيقا يعبر عن النبات المستحاثة إذن بالنسبة للأكسجين والهيدروجين يخرجان من هاية الطايران ويبقى فقط الكربون الذي يشكل غشاء رقيقا يعبر عن النبات المستحاثة من خلال ما سبق استنتج شروط حدوث الاستحاثة هل يطرع جميع حيوان يموت أو جميع أوراق النباتات التي تسقط بإمكانها أن تتحول إلى مستحاثة أم لا إذن ما هي شروط تشكل المستحاثة إذن من شروط تشكل المستحاثة الدفن السريع في السخور أثناء تشكلها إذن يجب أن تنظف الرواس بسرعة فوق ذلك الحيوان أو النبات الذي مات الدفن السريع سريعا في السخور أثناء تشكلها ضغط الترسوبات وتصلبها يجب أن يكون هناك ضغط فوق تلك التربة فوق تلك الترسوبات وبعد ملايين سنين تتصلب وتتحول إلى السخورة عدم تعرضها للمؤثرات الخارجية بمعنى لا يجب أن يدخل إليها للهواء ولا الأمطار هناك تلميذ سألني في القسم قال لي أستاذة هل بإمكان الأموات أن يتحولوا إلى مستحاثة لأنهم دفنوا سريعا في الصخور أو في طبقات الصخور أو في تحت الأرض يقصد هو وهناك ضغط في الترسوبات فأجبت بأنه صعب جدا أن تتحول الأموات إلى مستحاثة في حالة ما إذا تم دفنها لماذا يا ترى؟ لأن الدفن لا يتم في الصخور الرسوبية أو تحت الأرض أو تحت أعماق الأرض بل على سطح الأرض ببعض الأمطار فقط يتم الدفن مما يعرض القبور إلى الهواء والأمطار إذن من شروط تشكل المستحاثة عدم دخول الهواء والأمطار بالتالي عدم تعرضها للمؤثرات المناخية إذن كنتيجة نقول تعريف المستحاثة هي بقايا أو آثار حية حيوانية أو نباتية مفقودة محفوظة في طبقات الصخور الرسوبية وتشكلت في الوقت نفسه مع هذه الصخور ويوجد نوعان من المستحاثات مستحاثات حيوانية تكون بقايا، آثار، قوالب أو عضو كامل مستحاثة نباتية تكون آثار مطبوعة على حجر عضو كامل أو عضو متحجر مراحل حدوث الاستحاثة بنسبة للمستحاثة الحيوانية، موت الحيوان تحل المادة العضوية بفعل الكائنات المحللة، الردم السريع ضمن الرواسب، ثم تشكل الصخور وتشكل المستحاثة في نفس الوقت المستحاثة النباتية، انضغاط العضو وتقلص سمكه مع زيادة كثافته، فقدان المسامية واختفاء الثغور، تطير الأكسجين والهيدروجين مع الإبقاء على الكربون الذي يشكل تحت الضغط غشاء رقيقاً يعبر عن النبات المستحاثات ومن شروط حدوث الاستحاثة، الدفن السريع في الصخور أثناء تشكلها، ضغط الترصبات وتصلبها مع عدم تعرضها للمؤثرات المناخية كالهواء والأمطار شكراً لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته